سؤال بيقول كتاب العدرة حالة الحديد على ما اعتقد صلاة يوحنى وصلاة العين والنظرة وصلاة دخول على الحكام ده حرم ولا ولا ايه شكرا لما حبيتكم اللي انا عرفه يا ولادي اللي انا عرفه ومتأكد منه عندنا صلاة القداس الالهي عندنا سفر المزابير بالكامل 151 مزمون عندنا صلاة الاشبية بكل صلاوات اللي الاباء اللي ادي سين حطوها القطع اللي وراء الاشبية وكلي العسون والتحاليل عندنا الصلاوات دي كلها وصلاة القداس الالهي وصلاوات التسبحة كلها السنوية والكيهاكية وعندنا الحان الكليسة كلها بكل المناسبات بجمالها كل ده مش مكفينا عشان ندور على كتب تانية انا ماشي هقدر رفتي في حاجة غير كده انا احب احب الواحد يمشي ومتطمن لكن ايه صلاة العين وصلاة ايه طب ما ربنا يحمينا من كل العين شرير يعني لما ننتصر بيه ونعيش في حياة حلوة مع ربنا ونتنور جسد في دمه لكن ايه اللي تجعل الحاجات اللي فقى نوع من الشعوزة دي حاجات غريبة جدا ارجوكو خليكو فيه التعليم الصحيحة المستقيمة اللي الكليسة بتستخدمها الكليسة بتستخدم صلاة العدل الحديد دي في اي حاجة في اي مناسبة مش موجودة في طقس الكنيسة انا كان بقى لستة اربعين سنة كهنوت مش موجودة صلاة العدل الحديد دي في القداس او لا في اي مناسبة يعني ده اللي انا عرفه ربما فيه غير كده انا معرفش لكن انا عن نفسي بقول رأي الشخصي انا مش بحب كده ومش بوافق على كده ابدا خلينا في الصلاوات المعترف بيها اللي الكليسة معترفة بيها اللي كليسة بيتمارسة قريدي في كل طول السنة للقداس الالهي التسبحة الاشبية المقدسة المزامير الالحان الكنيسة مناسبتها الجميلة كل الصلاوات الكليسة دي بس احنا نخلصها يعني كل دي ما تحصلناش ضد الصلاواتين ما تعمقش علاقتنا بربنا يا بس الصلاوات طيب ما احنا بلطل في شفاعة العدر على طول ما احنا بلطل في شفاعة العدر على طول ده في كل قداس بشفاعة والية الاله الكديسة مريم يا رب نعملانا بمغفرة خطيانا الاخر كل قداس في كل قداس في كل مرة بنوفيها قانون الإيمان بنوفيها في شفاعة العدر على مريم مش محتاجة بقى حاجات تانية اضافية في تبجيد للعدر على مريم كزا بتعمله في كل شهر عيد للعدر على مريم وكزا يعني ولادي خليكم في الحاجات الامينة المؤكدة الحلوة اللي ما تسببش اي قلق لاي حاجة انا عندي مشكلة كبيرة او بنت عمي غيارت ديانيتها من خمس سنين وبعدنا ربنا نور طريقة ههو رجلة تانية الحمد لله رجلة الحبن يسوع بس انا لما باجي بتقدم لوحدة بترفض لما بقول لها اللي حصل احنا صعيدة ومن ارياف هل انا غلطان اني بقول لها الحقيقة ولا ما اقولش على اي حاجة محتاج اعرف رأيك اولا انت مش حقك تتكلم على حاجة ما تخصكش يعني بنت عمك ديات دي بنت عمك لها ابوها وامها واسرتها انت هما اللي تكلموا عنها كم ده لما تكون واحد بتقدم لها ولا واحدة بتقدم لها يعني كده يعني لك انت خليك في حالك انت هي صاحب تعمك وحصل كده تمالك ما اكيد هم حيسألوا عليك اكيد حيسألوا عليك وعنه هو مدام رجعت للمسيح تاني ايه المشكلة هنا يعني والبنت اللي ترفض دي ترفضك دي ترفضك ما تستهلكش يا ابن يعني البنت اللي ترفضك عشان لما تعرف الحقيقة دي وتبقى صريح معها يبقى بنت ما تستهلكش يبقى ناس مش نفسيتهم سوية يبقى ناس معقدين نفسيا انت زنبك ايه وهي زنبك ايه ما هي رجعت للمسيح تاني ورجعت بقت بنت المسيح تاني ما فيش هنا مشكلة ما بقاش هنا في مشكلة كان فيه وانتهت وربنا حلها والحمد لله يبقى يعني حتى بنت عمك اللي رجعت للمسيح مش هتتجوز هتتجوز ويا ما ناس حصلت كده واتجوزت مدام رجعت لحبن المسيح تاني مسيح اللي هم نقدم يدبر امورها وخليها احسن من الاول فلا انت اللي عملته ده صح يا ابني وما انتش غلطان فيه واللي بترفضك دي ما تستهلكش فيه غيرها وغيرها 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 مش منقلة البنات يا ابن